رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة يتباحث مع وفد من مجلس الشيوخ بجمهورية كولومبيا وتأتي زيارة العمل التي يقوم بها الوفد الكولومبي في إطار الجهود المشاركة لتقوية العلاقات البرلمانية بين البلدين قد سلموني مقرر أخير من مجلس الشيوخ الكولومبي والذي يطلب من الرئيس سحب الاعتراف بجمهورية وهم أولا ودعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية على أقاريم الجنوبية وأعتقد أن هذه الخطوة البرلمانية مهمة جدا أولا في التفسير للشعوب حول هذه القضية المفتعلة والتي تؤثر كثيرا على السلم وتؤثر كثيرا كذلك على التنمية وأعتقد أن أيضا اليوم كانت فرصة المباحثات معهم كيف تطوير العمل البرلماني المشترك وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن الملتمس الذي اعتمده مجلس الشيوخ الكولومبي يشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تساعد على توطيد العلاقات والدفع بالتعاون الثنائي نحن حريصون في مجلس الشيوخ الكولومبي على تطوير العلاقات مع المغرب في مجالة عدة والدفع بها بشكل يخدم المصالح الثنائية المشاركة ونود أن نؤكد أن موقف الحكومة الكولومبية الحالية من قضية الوحدة الترابية للمغرب أضر بمصالح كولومبيا عندما انحازت لحركة انفصالية لا تعترف بها الأمم المتحدة وتميزت هذه المباحثات باستعراض المستويات التي حققها المغرب في مجالات تعزيز الديمقراطية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح البناء على القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر